هذه الشركات الوهمية كثرت بالأونة الأخيرة على الرغم من التجديدات التي تقوم بها وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني أو ربما أجهزة أمنية أخرى لكن تعرفين جيدا بأنهم لا يستطيعون أن أعمل شيء إذا لم تكن هناك شكاوي الآن هناك ملف لشركة العظمية دفعوا لها 5 ملايين و10 ملايين وملف لمعرض السيارات وملف يعني للأسف يستغلون ضعف الشباب اتجاه موضوع التعيين والتوظيف بأنه يتجهون الكل للأسف الكل يريد أن يتعين في دوائر الدولة وهؤلاء الشركات وجدت بهم لقمة سائغة كيف هذا الموضوع؟ يعني يبدأون بعمل مؤتمر ويأتون بمثلا شابات جميلات تقدم المؤتمر ثم يعملون كذا نوع من المميزات نوع من وسائل الترغيب التي تدفع الشباب للاشتراك بهذا المؤتمر أو دفع مبالغ معينة من أجل وعود أغلبها كاذبة طبعا تصوري أنه حتى استطاعوا أن يضحكوا على عمال عمال في مصدر بسيط يعني وقالوا لهم أنه راح نصدر لكم رواتب للرعاية الاجتماعية وأتوا بماستر كارد يعني فقط به مئة ألف دينار وأخذوا من كل واحد مليون دينار يعني تسمعين هذه القصص حقيقة مؤلمة جدا على الرغم بأنه وزارة الداخلية يعني ديت عبون جدا في هذا الموضوع لكن تعرفين يعني إذا ما تكون هناك شكاوي ما تستطيع دوار الدولة تعمل شيء هل تعفقد أستاذ سرمان أن هذا الموضوع مرتبط ربما بفساد سياسي بشكل أو بآخر برأيك؟ يعني بالمناسبة يعني هذه الشركات من تعلن هذا الموضوع أكيد لها غطاء هذا شيء متحارف اليوم أنا أجي وأعمل شركة وأأتي بموظفين وموظفات وأجر مكان وبعد ذلك أغلق هذا المكان وأتحول إلى مكان آخر هذا كيف يعني إذا لم يكن لدي غطاء طبعا سواء هذا الغطاء بعلم الدولة أو هم يصورون يصورون للشباب بأنهم لديهم غطاء أو لديهم علاقة ويددولة هي أساليب نصب واحتيال واضحة يعني هي خاضعة إلى قانون 456 هذا القانون لذلك شوف يعني إحنا والله أنا أتألم جدا في هذا الموضوع وخاصة شباب تروحين يستدين من هنا ومن هناك من أجل أن يدفع مثلا خمس ملايين دينار طبعا بالمناسبة أنا قلتها في عدة قنوات يعني حتى إحنا بالشارع يعني يتكلموني إيانا يعني هل ميل ممكن تعيين هل هناك تعيين إحنا ندفع إحنا فحاول أتقفهم أقول له ابني مو كل شيء أنت تفكر بالدفع والفساد والرشوة والمحزوبية إذا أكو تعينات راح تنعلن اليوم اليوم وأنا قبل ما ندخل هذه اللقاء وزار الداخلية أعلنت عن فتح باب التطوع لمدة ثلاثة أيام وعطت رابط روحوا قدموا قدموا بصفة عقد شرطي أعتقد خليوا يقدمون يعني إحنا على الرغم من هذه الأمور يعني إحنا نتمنى الدولة على رغم من يعني تعرفين هذه حكومة خدمات وحكومة عمار لكن يجب أن نركز على مثل هذه الشركات المواطن طبعا طيب بما أنك أتيت على سيرة الدولة نعم نعم